مجلس الشورى مجلس الشورى أخذت حيزا كبيرا من جلسات مجلس الشورى خلال الأسابيع الماضية وذلك من أجل تمرير مشروع قانون يتعلق باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب فلجنة الخدمات التي استعرضت تقريرها في جلسة اليوم استطاعت أن تنال أغلبية الأصوات وتمرره إلى مجلس النواب قانون هام جاء ليسد فراغا تشريعيا هاما وذلك وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأيضا حماية لحقوق من أراد الحصول على الذرية وأيضا حماية لحقوق مراكز العقم المرخصة وكذلك جاء ليكون راجعا لمن تسول له نفسه في الاستغلال التجاري لمن حرم من فرصة الإنجاب طبعا نحن يعد بالنسبة لنا الانتهاء من مناقشة قانون تلقيح الاصطناعي والإخصابي في مجلس الشورى إنجاز جدا مهم من منطلق عملنا كهيئة رقابية على الخدمات الصحية سواء في القطاع الخاصة والقطاع العام كنا بحاجة إلى أصدار مثل هذا القرار لأنه في الوقت الحالي لا يوجد تنظيم القانون جاء لينظم عدد من الإجراءات اللي يجب على الهيئة اتخاذها منها الاشتراطات مثلا اللي واجب توفرها في المؤسسات في ذات الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية صادق اليوم المجلس على اتفاقية تسليم المداني والمسلوب بحريتهم في الاتفاقية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية وقد وافق عليها المرسوم بقانون مجلس بالإجماع لأنها كانت بأثر رجي وتأتي هذه الاتفاقيات والاتصب في صالح مملكة البحرين بتوجه حكومة سيدي جلالة الملك في مد الجسور وتنويع العلاقات في ختام الجلسة استعرض المجلس وعددا من تقارير الوفود الشعب البرلمانية إلى الخارج سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين